بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات أحياكم الله وبرك فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وهي وصية عظيمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة لا حاجة إلى العبادة في قول غلاة الصوفية واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله وهو أمر للأمة بالتبع اعبد ربك يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت وفي الحديث ليس لعمل المسلم غاية دون الموت نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ خاذ سائل من خارج المملكة يقول منطقتنا مزدحمة والأرض صغيرة وبنينا مسجد من ثلاثة أدوار هل الصلاة في الدور الثالث صحيحة وكيف يكون البناء مأجورين لا بأس بذلك حسب الحاجة فإذا كان في مكبر صوت يبلغ الأدوار فيصلون وراء إمام واحد سواء كان الإمام في الدور الأرضي أو كان الإمام في الدور الأعلى أو الأوسط هذا سائل يا شيخ يقول ما الحكمة من خلق الإنس والجن ذكرها الله ويقوله ليعبدون الحكمة أنه خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى تكفل بأرزاقهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهو تكفل بأرزاقهم وأمرهم بعبادته ومصلحة العبادة أيضا راجعة إليهم فهم بحاجة إليها أما الله فإنه غني عنها قال الله جل وعلا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد فالعبد هو بحاجة إلى العبادة فمن رحمة الله أنه أمره بعبادته لتصله بالله عز وجل نعم أحسن الله إليكم أبو إبراهيم يقول فضيلة الشيخ في كتب الفقه المطولة الحقيقة هناك عبارات لا تفهم وتحتاج إلى تبسيط فما رأي الشيخ في ذلك وما الكتب التي تنصحون بها الكتب لا شكنا كثيرا ومطولة ومتوسطة لكن الكتب لا تكفي لا بد من العلماء الذين تقرأ عليهم هذه الكتب ليشرحوها ويبينوها الذي يطلب العلم على الكتب هذا ضائع وربما يضل والذي يقرأ العلم على العلماء ويأخذ العلم عن العلماء هذا هو الذي يمشي على الطريق الصحيح نعم يقول في سؤاله الثاني ما الأجر المترتب على تبليغ الدعوة وهل تبليغ الدعوة لأناس مخصصين تبليغ الدعوة مهيب لكل أحد على العلماء على العلماء على العلماء الذين يعلمون فقه الكتاب والسنة فيبلغونها للناس ويدعون الناس إليها فعلى الإنسان يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والله جل وعلا أيضا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا يعرف هذه المراتب إلا العلماء ما كل واحد يصلح للدعوة نعم أحسن الله إليكم يقول يا شيخ السائل بالنسبة لليلة الجمعة يقرى في السجدة هو الإنسان بعض الناس يقرأ السجدة ينصفها نصفين هذا لا يأتي بالسنة الذي ينصف السورة نصفين هذا لا يأتي بالسنة السنة هن يقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى الإفلام ميم تنزيل السجدة ويقرأ في الثانية سورة الإنسان هذه هي السنة الكاملة لمن يريد الأجر والثواب نعم بين كم جمعة وجمعة تقرأ يا شيخ ما في حد لو قرأها بكل جمعة يكون أحسن نعم أحسن الله إليكم لكن بعض العلماء يقول يتركها بعض الجمعة خاشية أن يفهم أنها واجبة هذا من كلام أهل العلم وليس فيه حديث فيما أعلم نعم إزاكم الله خير فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بالنسبة للوقف أشكل علينا فإذا تعطلت منافع الوقف فهل يجوز نقله من مكان إلى آخر هذا لا بد من الاتصال بالمحكمة الشرعية ولا ينقل إلا بنظر القاضي وإشرافه على ذلك نعم فضيلة الشيخ هذه الأخت السائلة هم عبد الله تقول المرأة مع أخواتها النساء بعض النساء فضيلة الشيخ يعني تتفتح في اللباس ويكون خارج بعض الأكمام مقطوعة أو قصيرة ما رأيكم في ذلك هذا منكر عدم تحجب المرأة وسترها لنفسها هذا من المنكر وأخواتها المسلمات ينصحنا إذا رأينا بينهن امرأة لا تكمل الحجاب أو تكشف شيء من بدنها فيجب عليهن النصيحة له فإن لم تمتثل فإما أن يتركنا المجلس هنا أو أن تذهب هي ولا تجلس معهن نعم جزاكم الله خير شيخ بالنسبة لإسقاط الحمل في الستة أشهر نظرا لأنهم قالوا بأن الطفل مشوه لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان على حياة أمه خطر من بقائه فإنه يجوز إسقاطه وأما لأنه مشوه فيترك يترك يولد على كما يولد الصحيح إما أن يعيش وإما أن يموت بعد ذلك الأمر بيد الله نعم هذا عبد الله يقول أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله الشباب الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية الصحيحة ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو الوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة يجب الحذر من هذا ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل لصلاة الجنازة وقت محدد وهل يدخل هذا الوقت في أوقات النهي وهل يجوز الدفن ليلا كل هذا جائز وصلاة الجنازة ما تؤخر الجنازة أو تحبس صلى عليها في أي ساعة من ليل أو نهار وتحمل إلى قبلها ولا تحبس وليس هناك وقت نهي في صلاة الجنازة لأنها مسألة ضرورية وعارضة وليس لها وقت نهي نعم شيخ صالح تتبع الجنائز في المساجد ما رأيكم فيها وتجمع الناس في مسجد واحد هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بأن المطلوب أنه يذهب إلى مسجد ويصلي على الجنازة ويتبعها إلى المقبرة إذا كان يريد الأجر أما يصلي ويطلع لا يصلي ويتبعها إذا كان يريد الأجر كاملا من صلى على الجنازة وشهدها حتى تدفن من صلى على الجنازة فله قراط من الأجر ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان كل قراط مثل الجبل العظيم فهذا أجر عظيم وأما تتبع المساجد من أجر هذا الصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بأنه غير مناسب وغير جائز أيضا ربما يصلون على الجنازة قبل يأتي الإمام يصلون عليها قبل الإمام ويخرجون وهذا افتيات على الإمام ما يصلى في مسجد إلا بحضور إمامه يصلي الصلاة الفريضة أو يصلي على الجناز هذا من حقه ومن عمله فلا يدخل أحد عليه نعم حسن الله إليكم في المقبر يا شيخ وضع مظلات وتوزيع المياه وما السنة في ذلك كل ذلك ممنوع صادر فيه فتاوى وقرارات من هيئة كبار العلمة بمنع المظلات وبنائها في المقابر خشية أن يتطور هذا إلى النعي وإلى وإلى أمور محرمة وإلى البداع فيدهنون الجنازة وينشون والتعزية ليس لها مكان يعزيه في المقبرة يعزيه في الطريق يعزيه في المسجد يعزيه في بيته بأن يزوره أو يكلمه بالتلفون مجسرها التعزية بهذه الكيفية الصعبة والتجمعهم ومزحامهم نعم والمياه اللي عطش يطلعوا والمياه في الطرقات بالبيوت يشرب الحمد لله ينصرف متى ما نعم أحصل الله إليك هل المرأة يا شيخ صالح أنت تزوج بدون ولي وتزوج نفسها لا ليس لها ذلك لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل كما في الحديث ولا يجوز لها أن تزوج نفسها إذا لم يكن لها ولي فوليها الإمام وليها ولي إمام المسلمين أو نائبه القاضي هو نائب الإمام فإذا لم يكن لها ولي يزوجها القاضي نعم ولا تزوج نفسها نعم فضيلة الشيخ بالنسبة لكتاب العقد الفريد ما رأيكم في قراءته هل كتاب أدب ومؤلفه ومؤلفه شيعي بن عبد الرب هذا شيعي وفيه طرايف وفيه يعني أشياء غير مناسبة كما ذكروا نعم هل يمكن يا شيخ الجمع في النية بين صيام ثلاثة أيام في الشهر ويوم عرفه يوم عرفه شيء ثلاثة أيام من كل شهر هذا شيء آخر هي صوم ثلاثة أيام من كل شهر وإذا جاء يوم عرفه يصوم يوم عرفه إضافة إلى ثلاثة الأيام نعم هذا مستحب وهذا مستحب نعم إعطاء الزكاة لأخواتي وأبناء أختي شيخ واحد منهم شاب يريد أن يتزوج الفقراء من أقاربك حق وحق بصدقتك قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين صدقه وصله صدقه وصله نعم هناك فضلة شيخ قول السائل من يشككون في التقويم ويقولون بأن فيه زيادة أو فيه نقص هذا اعتمده المسلمون اعتمده ولاة الأمور وعمموه على المساجد فالذي يشكك فيه هذا إما جاهل وإما مغرض يريد أن يحدث الشكوك بين الناس فشيء مضى عليه المسلمون وأقره العلماء وأقره ولاة الأمور وجرب أيضا جرب ما أدرك عليه خطأ نصلي على التقويم الفجر ونخرج وقد وقد أضاءت الأسواق وترى البعيد فما ما فيه خطأ أبد كما يقولون نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ قصر المسافر للصلاة وحالة وعند العودة من السفر ووقت ذلك المسافر إذا كان سفره يبلغ ثمانين كيلو فأكثر يعني مرحلتان كل مرحلة أربعين كيلو ثمانين كيلو فله القصر في ذلك نعم طيب إلا أن يعود إلى بلده إلا أن يقيم أثناء السفر ينوي إقامة تزيد على أربعة أيام في أثناء سفره فإنه ينقطع السفر ويتم الصلاة في هذه المدة نعم الذين يقيمون في خارج البلاد لسنوات عديدة فضيلة الشيخ لا هذا ولا يستقروا انقطع السفر ونووا إقامة أكثر من أربعة أيام فعليهم إثمام الصلاة وعليهم أن يصوم رمضان في وقته لأنهم ليسوا مسافرين انقطع السفر نعم بالنسبة لكتاب الفتاوى الكبرى يقول أنا أدرس في الجامعة هل أقرأ بهذا الكتاب يا شيخ؟ الفتاوى الكبرى نعم لا أنت في الجامعة هيقرأ المقررات المقررة عليك واعتن بها وأما الفتاوى الكبرى هذه إذا تخرجت إن شاء الله وصار عندك فراق نعم فضيلة الشيخ ما الذي يصل للوالدين وقد مات منذ سنوات عديدة فقد كنت لا أبر بهما وفي حياتهما ماذا يلزمني الآن؟ النزوم لا يلزمك لكن يستحب لك ويتأكد عليك عليك أن تدعو لهم تكثر الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وعليك وأنت تصدق عنهما وتحج وتعتمر عنهما فالمجال مفتوح والحمد لله للبر بالوالدين وكذلك تصل أقاربك المتصلين بالوالدين لأن هذا منبر الوالدين أيضا وتصل أيضا أصدقاءهم أصدقاء الوالدين في الحياة نعم شيخ صالح من فتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار فهل يصليها جهرية أم سرية؟ صليها جهرية لأن صلاة الليل من قضى صلاة الليل في نهار فإنه يجهر بها ومن قضى صلاة نهار في ليل يسر بها نعم القضى يحكي الأداء كما يقولون نعم ما حكم يا شيخ رد السلام والتأمين والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حال الخطبة؟ الرد السلام لا يجوز لأنه كلام وأما التأمين على الدعاء فهذا مشروع الصلاة على النبي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشروع لكن لا يرفع صوته بذلك بقدر ما يسمع نفسه نعم يقول ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي حديث القدسي ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى يرويه رسوله صلى الله عليه وسلم وأما الحديث النبوي فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى وحي من الله لأن الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح نعم هذا السائل يقول الشيخ تأتيني بعد صلاة الجمعة بعض الأحاديث وبعض الأذكار فيريد مني صاحب هذه الرسالة أن أنشرها إلى غيري يقول تأتيني بعد صلاة الجمعة بعض الرسائل عن الذكر وعن بعض الأحاديث ويقول أنشرها إلى آخر لا تنشرها لا بد أن تفحص وينظر من أين أخذها وهل هي من كتب صحيحة أو لا ثم أيضا الأمر بنشرها هذا يعني تشريعه هذا ما عليه دليل نعم يقول من ضمن هذه الرسائل من ترك الصلاة عقب بأربعين خصلة أيضا فضيلة الشيخ هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح نعم حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء هذا صحيح هذا الصحيح بمعنى أن آثار الوضوء تكون نورًا يوم القيامة يعرف به المتوضئون وميزةً لهم ميزهم الله بها فهي حلي حلي من الله سبحانه وتعالى نعم هل يأثم الشيخ صالح من ترك السترة في الصلاة سترة في الصلاة سنة وليست واجبة النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل المسيء في صلاة علمه كيف يصلي ولم يذكر له السترة فدل على أنها غير واجبة وإنما هي مستحبة نعم الشيخ صالح حفظكم الله ما الواجب على من يصلي الصلوات بعد فواتي أوقاتها فيقول بعض الصلوات أنام عنها فأقوم فأصليها لا تعود نفسك على النوم وعلى الكسل فإن هذا يصير عادة لك عليك أن تتقي الله وأن تقوم وتصلي مع المسلمين وإذا كنت لا تستيقظ توصي من يوقظك أو تجعل منبها عند راسك تقوم عليه فلا تهمل وتقول أنا أتكاسل وأنا يغلبني النوم وما أشبه ذلك ابذل الأسباب واستعن بالله عز وجل وتعتاد هذا تعتاد القيام للصلاة نعم يسأل يا شيخ يقول ما هو التحلل الأول وما هو التحلل الثاني التحلل الأول والتحلل الثاني هذا في في يوم العيد عيد ذي الحجة الحج الأكبر يوم الحج الأكبر هو العيد لأنه تؤدى فيه أكثر أركان الحج سماه الله الحج الأكبر لأنه تؤدى فيه رمي الجمرة وحلق الرأس والطواف والسعي فسماه الله الحج الأكبر نعم أخيرا فضيلة الشيخ صالح كيف يكون الرد على من أوجب التمتع وما أفضل النسك ما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم معه الصحابة ومنهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع ولم ينكر عليهم في ذلك نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء برنامج نور على الدرب أشكر كافة الزملاء الذين سجلوا هذا اللقاء وأشكر زميل مهندس الصوت عبدالله المواش من الإذاعة الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله